اشتركوا في القناة ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وما إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد رسول الله ونساء الله في الإسلام خطبة اليوم ليست محبوبة ويستطيع أن يكون محبوبة من أمام ونحن قد أكثر من أشهده ونحن قد أخذ هذا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولاد صالح يدعو له تطبيق الخطبة اليوم سيكون عن شيء نوع كالواقف الإسلامي أو في بعض ألاليات حتى الآن مثل ألاليات أفريقية Tunisia, etc. يسمعها الأحباس 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 في المدرسة المدرسة أسبوع للماذا أخذت هذا تطبيق لأننا لدينا الإنسان الإنسان لذلك ونحن نحن 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 يعطي الحمدللله في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما هي نقيمنا وصحة عندما يموت الله تعالى لك في هذه الحياة لديك الإسلامة فعل ما تريد ما تريد ما تريد سيكون قرار بل أنه هو صحيح أو صحيح أو صحيح على المدى من الناس ستكون المساعدة وفي اليوم سيكون مبتد لتكون حقايا وفي اليوم سيكون مبتدًا لما تريد ما تريد في هذه الحياة الآن البيت صلى الله عليه وسلم قال عندما يموت الناس سيكون المساعدة لا يمكن أن تكون فيه أو فيه ولكن ثلاثة الأشياء ستكون هناك إسراءة وي ستكون مبتدًا في ذلك بعد المدى من الناس وفي اليوم سيكون مبتدًا 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 وقف وقف في الناس كما نفسنا كما تصبح الإسلاميين قبل 40.000 عاما كانت أجهزة أجهزة من الأسفل من الأسفل تشاهدون المحتاج وهم جمعوا من أسفل وهم جمعوا المجتمع وكانوا الناس الوصول كانت تصبح الوصول 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 تصبح مجتمعين الأولى الإسلامية لتجمع في مدينة أريزونا وقد تم عملها الحمد لله في عام 1984 كما ترى في بعض الأراضيات المتحدة وفي بعض الأراضيات المتحدة المتحدة لتجمع هذه المتحدة تظهر أن تلك الأراضيات المتحدة لا يوجد هنا أخرى حقاً نحن نحن نتحدث قليلاً قبل 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 عن المتحدة 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 للجميع لكن سبحان الله لا يوجد هنا لكن تظهر أن هذه المتحدة وأنهم سترون أكثر وكثيراً عندما تلك والأساعدة يأتي هنا ويقوم بإمكانك وضع ويقوم بإمكانك أو أستطيع أو أستطيع أن أتعلم ب شيء جيد ويقوم بإمكانك ويقوم بإمكانك أنهم لديهم ويقوم بإمكانك ويقوم بإمكانك في حياتهم ومن بعد المتحدة في حيات الإسلام أولاً أولاً وقف أولاً وقف أولاً كان المتحدة 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 حتى الآن حقاً إلى المدينة في المدينة هناك كبار حياتهم كبار وفي الذين أمام أولاً للبنت المتحدة عن المدينة في المدينة في الفرس حياتة بعد مدينة المتحدة النفط في المدينة ويقوم بإمكانك بشكل مكتور يسمى قبار ومسجد كان قبار في قبار إذا كنت تعرف الله الآن إلى حج أو عمرة عندما ترى المدينة سيأخذك وتأخذك هذا المسجد قبار الذي أصبح مدينة الذي أصبح مدينة وكذلك تصل إلى هنا وكذلك تتعلم المصدرين من هذا المسجد 1500 سنوات يستطيع أن يكون هنا مدينة لكل هذه المدينة سبحانه الله ومدينة لكل هذه المدينة ودعوني الثاني المدينة بهم كما كانت مسجد عن السرل الله وذلك تجدون أن المسجد في نباو ذلك يمتح مبينة بدون كبسaient من المدينة الذين يذهبون εδώ لأمراء أو لأحج أو لأحج أو لأحجتم أو لأن تأرق فهموا يذهبون وسيجرون هنا تعذ念 ذلك صحيح التاريخ في جهد السلام وقد سلت وقد سنتطلت هنا وقد قال بلسنا نحن سنحن ونحن نجعل المسجد هنا هذا المسجد كان الثاني الثانية وشكرا الثاني 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 كان الثاني الأولى المعلمة سداقه ومع المسجد من المسجد الثاني قبل هجرة عندما أصل الى كافلات حين السلطة عدوات المسجدين لتحبث الوصول والتصدقاء والتصدقاء ومعارض الوصول صلى الله عليه وسلم فعل سبب ستوى لمدة أرسالة لتعلم تشعر من مجدور مقه أنا نحن من المدينة المدينة التي محلت أيضاً ولكن من بعض الاسم لقد قرأت المزحيحات وقد اتصدقل مع المزحيحات والمسلمين وقد قد ودخل المزحات المزحة وقد كان جميل رابا وقد كان جميل رابا وقد قدمت في ساتنه إذا أحد شيء حدث لني بكل كبير لديه سبب محامل كل مهايه لهم وكانت محامل وكانت محامل كافر حاملته في هذا المدل لذلك كما يتحرك هذا ما تقلق منه مخيريق كما قال رسول الله مخيريق خير يهود وكانت محامل وكانت محامل لذلك سبب محامل 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 ماذا تعتقد أنه فعلت لهم؟ فعلتهم كما وقف حبس يعني أنه يأكل منهم كما يأكل منهم ولكنهم سيأكل وكانت محامل وكانت محامل محامل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عن صحابة زيد بن حارثة قال أنه محامل 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف إلا وقف لم تعد ذلك صحابة لم يكن المحامل ذلك رسوله فنحامل انتطلع من المشاهد لأنهم لديهم في نياس after their death they will continue to receive the benefit because other people are benefiting and getting some benefit from that you read in the history about Abu Bakr al-Siddiq did some waqf Umar bin al-Khattab did some waqf Uthman did some waqf Ali bin Abi Talib did some waqf oh the prophet sallallahu alayhi wa sallam migrated to al-madina the pure drinkable water was very rare very seldom and there was a man who had a cold natural fountain spring like whale and it was hard for he was selling the water and it was hard for everybody to buy water to drink so the prophet sallallahu alayhi wa sallam went to this man and told him known as bi'ir rumia and ask this man if it is possible you make your fountain an endowment waqf free for all citizens all people and I will ask Allah to grant you a fountain in the Jannah in heaven similar to it he said no the man said no apologize oh Rasulullah this is the only income for my family I cannot do that so who heard the news Afnar radiallaha who was wealthy and without talking he went to this man he told him are you willing to sell your world this fountain maybe that was worth of that coins that time five thousand or four thousand he offered him forty thousand dirhams that will be enough retirement for him and his family to make any other business they like he said yes who can reject such an amount and he paid this huge amount and he owned it then he went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said oh Rasulullah do you see if I own the Arumia that was major fountain for people to drink and I make it indoment waqf free for anybody who wants do you promise me in Jannah in heaven what you promise for this man he said yes he said oh Rasulullah you are my witness that it is an indoment for anybody who wants to drink and that was the story of it and I will brief you brothers and sisters with this in our history as Muslims when they used to establish the masjid that is indoment they used not to establish the masjid only but they used to establish other facilities around the masjid a school that is indoment a dorm for people students to come and learn and eat for free dress for free stay for free live for free because this is this house housing are indoment these days these days we have rental cars we have hotels but how about hundreds thousands of years back Muslims used to establish they used to compete with one another there was a door a hysteria from Europe who visited the Muslim countries in the 17th century and he was shocked with every town and every city and every neighborhood they have if you are a stranger if you are a traveler if you are a guest you have nowhere to go they have houses dedicated as indoment for whoever wants to come to stay there eat shower sleeps drink rest then leave for three days free of question free of charge clinics for free and water fountains for free while this and especially in Egypt especially during the Othman emperor empire where they said in the history of Islam starting from the Umayyad dynasty from the third century all the way they used to locate in the cabinets in the government three departments just to handle the or the or these indoments one for the masajid indoments one for the private families indoment and one for al-haram the masjid haram masjid makkah masjid al-madina indoment three ministers three cabinets three departments in the cabinet because of the tremendous countless number of these indoments families and people used to compete with one another to establish it so we come here brothers and sisters we need something to serve our needs spiritual educational religious needs and values and ideas and we need to plan something for our generation then we have the expansion of the masjid phase two three hundred fourteen thousand dollars so we have every month to stand up and to tell you give us money give us money give us money don't get annoyed whenever you hear there is an indoment waqf even though any charity any contribution is great in the scale of Allah subhanahu wa ta'ala but when it is non profit when it is waqf habs indoment that is to stay forever as possible that is you are a share holder that is more valuable should be than having stock shares in Intel or Microsoft or maybe Disneyland or Google or any of the most promising companies this is the company of Allah subhanahu wa ta'ala this is the house of Allah subhanahu wa ta'ala this is your investment for yourself with Allah subhanahu wa ta'ala what a tree if you plant that will be way settled and rooted and they will be so high going to the sky and that will be green and fruitful around the year and forever every year and every day and night what an investment shouldn't we then be competing with one another yeah I want to have a share on my behalf on behalf of my children on behalf of my spouse on behalf of my parents on behalf of the living one on behalf of the dead one the deceased ones this is what this is my family and myself in one minute personal story migrated to Russia and Azerbaijan most of the time and we went to that used to be part of the Islamic Empire during the Uthmani time then after the communist revolution 1916 they took that was added to the Soviet Union so they closed or massages and they plucked any religious sentiments after 1991 when they got to their independence I went there with my family and I toured and visited and built a relationship with remote villages subhanallah you drive to get into that remote village you get into a small village you will find one central masjid in that masjid surrounded by huge land and huge wall inside that wall the masjid building is not the only building they have other one or two buildings sometimes the same size I was ignorant I said I understand this is the masjid what is this other big building they said oh imam this used to be the free school and free housing for those who are not local students who like to come stay and learn that this is an endowment this is they can come live here eat drink sleep stay study for free as long as they are benefiting then they can leave that is our history and that is our culture and this our values we need the Islamic community center of Tempi to expand to be completed and to be an endowment that is for you that is for everybody that is for generations to come and congratulation from now for those who have share in this endowment and this ask Allah subhanahu to first ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وتركك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وابلإسلام دينا وابمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا brothers and sisters my brief speech and khutbah today was about the aspect of waqf indormant in Islam how the Prophet صلى الله عليه وسلم paid attention to it how the Sahaba exhausted their resources none of them has something to invest but contributed to the waqf indormant to the non-profit and we have been every month standing up and asking you to contribute for the expansion of the masjid I hope inshallah today will be the last time I stand up and ask you to contribute for the expansion this is phase number two we are short of 60,000 dollars we talked to the brothers and sisters who came to the first khutbah and we collected alhamdulillah we asked them to split 30,000 to be collected from them and 30,000 to be collected from you they did their share and I hope inshallah I'm confident that inshallah you will do your share today as well so I'm asking you five minutes inshallah to hold to stay after the salah and to help us contribute something for the house of Allah that will be investment something rewardable for you in this life and in your life and after your death as a sadaqa continuous charity inshallah Allah 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 is going to take place in Allah Allah is going to take place in an issue من أراد بالإسلام وأهله وبلاده خيرا فخذ بيده إلى كل خير ومن أراد بالإسلام وأهله وبلاده شرا فكفنا اللهم شره ورد كيده إلى نحره آمين آمين يا رب العالمين أباد الله أذكر الله ويذكركم واشكره على نعمية زدكم واقم الصلاة اشتركوا في القناة